فرقت كل ايام جمعتوا ازاي بقى تاني يا ويزو مفيش بقى اتصلنا ببعض تاني وتكلمنا تاني انا وهو وكنا في رمضان سه اه كنا في رمضان وتكلمنا وبعد كده لقيته كان كنت انا في بجيب حاجات فقال انا قريب منك تروت ابتعالك معايا ماما ساعتها فجالي فتلع البيت عشان تروت ابتعال اتلع البيت وبعد كده ننزل ايه نروح اي مكان نعط فيه فشريف الوحيد الوحيد من صحابي اللي تلع البيت والوحيد اللي تقدملي وهو اللي تجوز احنا بيتنا دا حرمة مفيش ما يفعش حد يدخل فيه فهو الوحيد اللي تلع بيتنا وهو اللي تقدملي انا البطل اللي عملت انا البطل اللي عمل الليلة وانت هل التعيني عن الكنها. معنا. ايوة انت بقى روحت البيت. وحكيني لأول ما دخلت البيت. اه. 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 هو الموضوع مع فكرة الحب مش شرطي بروانسية. رومانسية شاء الاسح. مس يعني هناك مification م relation نفسية الأخلاق الأدب الحاجات دي كلها بتبقى عامل أساسي أنا دخلت البيت لقيته بيت يعني زي ما بيقولوا كده أولاد بلد جدعان ناس طيبين بيت بيت مختلف أه ستجدت الصلاة موجودة آه القرآن ليتها يابت نفسها انا اتفاجئت لقيتها بتصلي الفرد في فرده اه مش عرض يعني كان بقى لي كتير ما شفتهاش فأنا ما هرقلت ممكن الدنيا غيرتها فلاقيت لا زي ما هي البيت البسيط الناس الكويسة غير بقى ان والدتها حتة سكر فحطت الأكل من هنا وأنا قلبي بدأ يدق من هنا بجد بجد عشان يعني أكون معاك صريح كان الأكل إيه بقى يا شريف والله كان ساعت عاملة عارفة الكفتة بالرز كفت رز مقلية كده بحبها محمارة قبل ما تنزل الدمعة ايوة وكان سجوء تقريباً وكان مكارونة بشامل بقى الأكل يوم جمع عنا تقريباً أكل يعني كان جاي يوم الجمعة ده بقى الأسبوع نسأل بحو ده اللي جارينا هوا بس يعني من ساعة من ساعة ده الزيارة دي لحد ما تخطبت رسمي فات وقت قديه؟ اه احنا تقابلنا في اه الزيارة دي كانت في شهر 11 كانت في شهر 11 احنا تخطبنا في شهر واحد على طول على طول طب قولينا هوا كان بيجي لك المسرح في وقت يتفرج يقف في الكواليس والمسرح خالص كنا بنتقاب برا ولا مرة جيه الكواليس كانت خايفة يعني بالحسد والعين وكنا لا 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 صاح عناوي احنا